من كامل مع حضراتكم احتفالنا المتواصل بخمسين سنة على نصر اكتوبر المجيد طبعا مصر بدأت حربها ضد العدو بمرحلة اطلق عليها اسم مرحلة السمود وذي كانت واحدة من ثلاث مراحل ابتدت تحصل في مرحلة الاستنزاف وبعدها اتنقلت قوات المصرية المسلحة لمرحلة الدفاع النشط واتطور القتال لمرحلة اطلق عليها حرب الاستنزاف وصولا لحرب 6 اكتوبر عام 73 بكل تأكيد حرب الاستنزاف كانت الطريقة اللي حققنا من خلاله النصر والعبور في حرب اكتوبر والانتصار على العدو واثبتت كمان بسالة الجندي المصري اكدت ان اظهرت معدن الجندي المصري والمقاتل المصري اللي عنده ارادة للاخذ بالسقر وكمان خطط الخداع لوضعتها قادة القوات المسلحة خلال الحرب فايه المعالم الرئيسية لخطة العبور في حرب اكتوبر اللي حصل بالزبط في حرب الاستنزاف اليدوب فكرنا بيها بعد ايام معدودة من حرب 67 كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من سيادة لواء محمد الشهاوي المستشار باكاديمية العسكرية لدراسات العليا والاستراتيجية ست الله وصبع الخير فاندي اهلا بيك يا فاندي موسادة المشاهدين يا اهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وانت طيب وبكل خير يا اهلا بيك ازاي فكرنا في ان يكون عندنا مرحلة من المراحل نستعد بيها الحرب اكتوبر لكنها ليست بالحرب المباشرة وهي مرحلة حرب الاستنزاف هو طبعا حرب الاستنزاف دي حرب استمرت الف يوم يعني من اول ما خلصت حرب يونيو 67 حتى اتفاقية روجرس في اغسطس الف وتشمائة وسبعين الف يوم الف يوم دولة كانت تقسموا الى ثلاث مراحل المرحلة الاولى هي مرحلة الصمود يعني صمود يعني ان انت تبني نفسك تعد قواتك تقوم باعمال التجهيز الهندسي بكل المواقع الدفاعية بتجهيزها طبعا في هذا التوقيت اسمه تفاع اسمه صمود بس ما بتعملش اعمال ايجابية على العدو عاو استلم الامور الاول كده المرحلة الثانية وهي الدفاع الناشط الدفاع الناشط ده بتنتقل بقى تقوم باعمال عمليات اغارة على العدو الاسرائيلي وعايز اقول لحضرتك ان حرب الاستنزاف كان لها هدف والهدف ظهر فيه الدفاع الناشط ايه الهدف؟ الهدف هو كسر حاجز الكوف ما بين الجندي المصري والجندي الاسرائيلي احنا طبعا خارجين من حرب خمسة عينو سبعة وستين هذه الحرب كان فيه يعني هزيمة قاسية هناك موعدات عسكرية مدمرة هناك شهداء هناك جرحة وبالتالي ازاي ان احنا نقصر الحاجز الكوف ده كانت في الدفاع الناشط يعني ايه دفاع الناشط؟ يعني مثلا بتقوم باعمال دوريات وعمال اغارة من القواء من الصعق الاول ثم من القوات اللي موجودين في الحد الامامي فيه لواءات موجودة في تجهيزات الهندسية تحت الارض وفي الخنادق وفي الحفر البرملية ازاي ان احنا نقوم بالاغارة ونعبر قناة السويس ونروح للشاطئ الشرقي ونحقق خسائر في العدل الاسرائيلي نجيب اسير يتم القاتل الكثير منهم معرفة التجهيزات الهندسية بتاعتهم ايه ان احنا نحضر خرايط دي بدأت بعدد قليل الاول علشان يبقى كده يعني من كل اللواء اللواء ده يعني وحدة هذه الوحدة بناخد منها اتنين فقط الاتنين دولا يعدوا ويعبروا وييجوا وينقول خبراتهم طب قالوا طمان كاتر شوية الاتنين دولا يبقوا جماعة الجماعة دي يعني عشر افراد يقوموا كلهم مرة واحدة كده دي اللي هالفرقة مثلا؟ لا احنا لسه فيه يعني هنمشي بيه التنظيمات كده عشر افراد بس من اللواء ده اولي خمس سلاف واحدة عشرة فقط وبعد العشرة دولا ما يروحوا ويعدوا ازا كان بيحصل بشكل منظم ولا بشكل عمليات فدائية بيقوم بيحل لا ده ده بشكل من كل اللواء على الحد الامامة للدفاعات من كل الوية في النسق الاول ازاي ان احنا العشرة دولا ما بيرجعوا طب المرة الجاي ما يبقواش عشرة يبقوا حاجة تشكيل اسمه فصيلة الفصيلة دي تلاتين واحد يبقى بدل ان كانوا اتنين اصبحوا عشرة جماعة ثم فصيلة الفصيلة دي استمرت باغارتها لتكون سرية السرية دي حوالي اقصر من من مية المية وخمسين شخص بمعداتهم بعد ذلك كتيبة كتيبة دي حاجة كبيرة جدا طبعا دي اول حاجة حققت خسائر كبيرة في اسرائيل في الافراد والاسلاحة المعدات نمرة اتنين رفعت الروح المعنوية نمرة ثلاثة كانت اللي هو يعني رفعت الروح المعنوية نمرة ثلاثة كسرت حاجز الخوف دي مرحلة دفاع الناشط ثم بعد ذلك قلنا لا مش هينفع اغارة كده وخلاص نحن عاوزين نقول لاسرائيل ان كل يوم انت قاعدى فيه في سينة ده هيكلف خسائر كبيرة يكفي ان في فترة الاستنزاب كان هناك الف قتل وعدد اربع تلاف مصاب في الفترة دي وبالتالي كانت مرحلة بعد كده للسينزاب والسينزاب دي كانت في شهر فبراير سنة 68 يعني شهور معدودة من بعد 69 69 طبعا استمرت الف يوم فالقوات المسلحة امت بخطة كبيرة هذه الخطة هي بتقوم بعملية ان احنا المدفعية تضرب على خط برليف ده كله تضمر خط برليف طبعا في هذه الفترة اللي هي فترة للسينزاب اسرائيل ما قدرت ما قدرتش ان هي تستوعب كل تلك الخسائر وبدأت تقوم ان هي تخلي الولايات المتحدة الامريكية تتجئ للحل السياسي من خلال وزير الخارجية الامريكي وليام روجرس وهي بنقول عليها يعني مبادرة روجرس وكانت في اغسط سنة 1970 ما قدروش يستحملوا كل تلك الخسائر وبعد ذلك عاوز اقول ان فترة للسينزاب ديا احنا استفدنا منها كتير جدا ان احنا استكملنا معداتنا وعملنا ما يسمى بالتطعيم للمعركة ايه تطعيم للمعركة انت بتخش معركة حقية وبالتالي عندما جاء يوم 6 اكتوبر كانت القوات المسلحة اعدت التخطيط والاعداد للحرب وكان اعدادا مصريا خالصا لان في اطار خطة الخداع الاستراتيجي والتشكيك في ان العملية مش هتبقى مشتركة ما بين مصر وسوريا ضد اسرائيل كان طرد الخبراء الروس من مصر ووجودهم في سوريا دليل ان ما فيش تنصيق بين مصر وسوريا في ذلك ومن خلال هذه خطة الاخفاء ومن خلال التدريب على العبور لسنوات عديدة كان الاستعداد لهذه الحرب اللي احنا بنحتفل بالذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة علشان تبث في نفوس الاجيال اللي موجودة والاجيال القادمة معنى التطحية ومعنى الفداء وعاوز اقول له حضرتك ان حرب اكتوبر المجيدة ديك بالرغم من مرور خمسين عام ما ذلك تفيضه بالاسرار وبالفكر العسكري وبالتخطيط العسكري للحرب وما ذلك تدرس فيه اكبر المعاهد والكليات العسكرية في العالم سيدة اللي واعدنا بشكل بانوراما كده على مرحلة الاستنزاف لكن خلينا اخدها بقى ايه بالمراحل اللي عدت بيها لو ابتدينا من اول معركة ابتدوا بيها على طول راس العش مرورا بقى بالمعارك اللي كان الهدف منها اعادة الثقة للجيش المصري سواء بقى معركة المدفعية اللي عملتها رمانا وبالوزا بعدها العمليات اللي قامت بيها المخابرات المصرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع في ذلك الوقت او الجيش المصري يعني حصل كتير من العمليات مرورا بقى طبعا بايلات سواء الحفار او العملية كنتين كلهم ازاي كل ده حصل في وقت الجنود الجنود تعبانة وثقاتها في نفسها مش احسن حاجة والشعب نفسيته ما كانش مزبوطة وما كانش حاسس انه وحيح انا عاوز اقول انه في حرب اكتوبر كان البطل هو الشعب المصري لانه وقف وراء قواته المسلحة قدر انه يتحمل ان الاقتصاد مدى ما يكون اقتصاد بقى اقتصاد للتأمين العسكري وبالامداد بالمعدات اللي موجودة وبالتالي كانت هناك بعد اسبوع واحد من حرب اكتوبر من حرب 67 كانت هناك معركة رأس العش والتي اثبتت مدى جاهزية المقاتل المصري وشجعته وقواته وان ما حدث ده كان احنا ما دخلناش حرب ده هو يدوب اتدمر الطيران المصري في هذا اليوم وعلشان كده بيقوله حرب ست ساعات لكن بدأ التخطيط الجيد في عملية ما تسمى به تدمير المدمرة الالات زي ان قطع بحرية لانش سواريخ يدمر قطع بحرية غيرت في المفاهيم العسكرية اللي موجودة ايضا معركة الذكاء المصري والخداع كان لها دور كبير ايضا في تحقيق نصر اكتوبر ايه معركة الذكاء كان هناك ما يسمى بالقوة الذكية مصر استفادت من قوتها الذكية اللي هي عبارة عن قوتها النعمة والقوة الصلبة القوة العسكرية اللي اتنين اجتمعوا مع بعض ودنا القوة الذكية تمثلت في ايه التخطيط والاعداد الجيد للحرب ثم الاستفادة بالافكار والعصف الذهني والاستماع للمرؤوسين وعشان كده طلعت في هذا الزكاء حاجات اختراعات بسيطة جدا ازاي ان ساتر ترابي ارتفاعه اتنين وعشرين متر يتم فتح فغرات فيه من خلال ما يسمى بمضخات المياه واللي قال الفكرة دي هو كان مقدم في ذلك التوقيت باقي ذكي يوسف في ذلك التوقيت يعني ظابط صغير ازاي ان القيادة العسكرية تستمع ليه وده بتدينا رسالة لكل مؤسسات الدولة مش القوات المسلحة بس نستمع ليه العاملين اللي موجودين والموظفين اللي موجودين حيقولوا افكار جيدة جدا ايضا كان من الذكاء المصري ايضا في مجال الحرب الكيميائية ان هم اخترعوا مادة جديدة ضد الحريق لان اسرائيل في اطار الحرب النفسية كانت بتقول ان هي هتشعل قناة السويس نار النار دي درجة حرارة عالية تصل الى 700 درجة مقوية وارتفاع لها بخامسة متر وكانوا هم بيقوموا مثل تلك التجربة في الميكروفونات من الشاطئ الشرق يقولوا يا مصريين هنحرائكوا في النار دي دي في فترة ايه في فترة الاستنزاف علشان يأس واحباط وتقولوا يعني مفيش فايدة لكن لا الجيش المصري لا يعرف المستحيل وازاي ان الحرب الكيميائية التي اشرف بانني رئيس اركان الحرب الكيميائية الاصبك اخترعت مادة المادة دي يتم معالجة افرولات الجنود بها قبل الحرب بحيث لو جات عليها نار ما تحرقش والقوارب المطاطية في موجات العبور الاولى ده مطاط يعني اي نار هتحرقه يتم تغطية هذه المادة ده كانت خطة من الخطط التي تم اتباعها لتلافي الحرب النفسية الممثلة في المانع الحارق كان هناك رأي اخر يتم تدمير الخزنات اللي فيها النبال هي عبارة عن خزنات متصلة زي الايد كده متصلة بمواسير هذه المواسير بتدفع على سطح قناة السويس يتم اشعالها تطلع نار يقولوا بقى يقولوا مصريين مش هتحدوا هتتحرقوا في النار دي كل ده تقوية لصورة المصريين قدام العالم والفتح للصورة الزهنية اللي كانت بيحاول العدو في الوات ده بس اسمحي لي اننا عاوز بس اقول حاجة صغيرة في هذه النقطة اللي هو المانع الحارق اللي بيدل على الحرب النفسية التي ما ذالت الحرب النفسية ضد مصر برضو عندنا شائعات كتيرة وحرب نفسية في كل التوقتات لكن في حرب اكتوبر ان تم التغلب عن هذا المانع الحارق بان احنا في الليلة السابقة للهجوم الصعقة البحرية بتقوم بسباحة قناة السويس تحت المية عشان ما يتشافوش بالليل ويتموا بسد كل هذه الفتحات ايه الفتحات دي بقى كان فتحة اللي حتطلع اللهب على طول المواجهة تلت تلاف وتلتمية تلاتة وتلاتين فتحة مصورة ستة بوصة كان هيطلع منها اللهب ازاي كلها تتسد مادة شديدة في الصلابة لا تتأثر ولا تتحلل بالمياه ويجي الصبح العدو الاسرائيلي كان كل يوم الصبح يشغل ويفحص هذه التجهيزات ما عاد يوم ستة اكتوبر بدل الساعة سبعة الصبح كان الساعة حداشر لانه كان يوم سب ويوم عيد الغفران يعني بيريحوا شوية في هذا اليوم زي يوم الجمعة كده عندنا فبالتالي جوم يشغلوا هذه التجهيزات لم تعمل استضعوا الصيانة من تل قبيب عندما اتت كانت الحرب اللي هي حرب اكتوبر المجيدة اللي انا بقول عليها سنفونية سنفونية لانها كانت معركة تسمى معركة الاسلحة المشتركة الحديثة ازاي ضرب الطيران بقوة 200 طائرة في وقت واحد ازاي تمهيد نيراني مدفعية تضرب في 53 دقيقة عدد 3000 طن باجمال 121 الف دانا في 53 دقيقة بمعدل 10500 قذيفة في الدقيقة الوحدة و 175 قذيفة في الثانية الوحدة طب لما الحمم دي كلها بتيجي على خط برليف الاسرائيل هيروحوا فين يا سيد محمد بيروحوا في الخنادق وفي الملاجئ بيختفوا في فترة 53 دقيقة مصر والجيش المصري قام بمئة عمل عسكري في الساعة دي ما هو ما فيش حد بقى اسرائيل كلها في الخنادق وكلها في الملاجئ فبالتالي قامت بقى بازالة الالغام اللي موجودة في الساعة الوطرابي فتح الثغرات في الساعة الوطرابي موجات الاقتحام الاولى دافع ما وراء خلف الخطوط من قوات الساعة فبالتالي كانت بقول عليها سمفونية حرب اكتوبر كان فيها قوة ذكية كان فيها ذكاء معركة ذكاء مصري تمثل هذا الذكاء ايضا في عبقرية اختيار توئيت ساعة الصفر ليه شهر اكتوبر وليه يوم 6 اكتوبر من 7 او 8 وليه الساعة الثانية ظهرا وليس اول دوق الساعة 6 او اخر دوق الساعة 6 مساء ده نتكلم عنه ان شاء الله في حلقات جاية لان تغطيتنا مازالت مستمرة لكن دلوقتي احنا بنتكلم عن حرب الاستنزاف نعم ما ينفعش ابدا نتغافل عن دور الشهيد الباطل ابراهيم الرفاع والمجموعة 39 قتالي الامت مجموعة كبيرة جدا من العمليات وسهمت بشكل كبير جدا في تحقيق هذا النصر الكبير هو طبعا الشهيد الرفاعي طبعا ده هو استشد في حرب اكتوبر المجيد طبعا قام بعمليات كبيرة جدا دي كاتبة من مجموعة قتال مجموعة من الصعقة كان لها دور كبير في عملية حرب الاستنزاف ان هي عندها الجرأة والجثارة ان هي تعمل خلف الخطوط العدو تعمل على خط برليف عندهم فدائية وقوة وبالتالي كل ما يقومه بعملية ناجحة ده بيساعد في رفح الروح المعنوية ليس الشهيد الرفاعي فقط ولكن عندنا شهيد من الشهداء اللي هو عمين عمرياض اللي استشد في فترة الاستنزاف اللي احنا بنتكلم عليها اول فترة احنا عندنا مراحل مرحلة الصمود مرحلة الدفاع النشط ثم مرحلة الاستنزاف اللي بدأت تمانية سبتمبر سنة سنة تسعة وستين اليوم ده المدفعية قامت باعمال كبيرة جدا وقطفات لتدمير خط برليف تاني يوم الصبح وهو رئيس اركان حرب القوات المسلحة المفروض ما كانوا في القاهرة لا ده طلع يتابع اعمال القتال على الحد الامامي للدفاعات على في معدية نمرة ستة بينه وبين العدو حوالي مية وسبعين متر عرض القناة فقط ازاي ان قائد يطلع من مكتبه وهو رئيس اركان حرب القوات المسلحة ويروح قبل الجندي جابت ادينا رسالة ان جميع الضباط والقادة والجنود بيرغبوا في نيل الشهادة كله في الصفوف الامامية وهو موجود حصل عشان يتابع اعمال القتال اللي حصلت امس بداية حرب الاستنزاب واحنا بنتكلم عليها حصل ان فيه قذيفة جاءت في الموقع اللي هو فيه واستشهد ده بتدينا رسالة بان جميع افراد القوات المسلحة يطلقون الاشتراف الشهادة رسالة ثانية ان القائد مكانه قبل الجندي وليس خلفه بدينا رسالة اخرى في هذا الاطار وهي ان مصر نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي والدليل على ذلك هو من اوائل شهداء حرب اكتوبر الشهيد العميد شفيق متري سدراج مسيحي وكان قائد لاحد الوئة المشاهد الميكانيكية وفي يوم الحرب دايما بيبقى فيه كلمة معنوية للتحفيز ولرفع الروح المعنوية للضباط وضباط الصف والجنود وفي مستهل كلمته المعنوية يعني استهل هذه الكلمة بآيات من القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون وان جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم هذا هو الشعب المصري لا فرق بين مسلم ومسيحي ولكن رمال سيناء مروية بدماء الشهداء وكان هناك درس مهم جدا جدا في حرب اكتوبر المجيدة ان مستقبل الامم لا يتحقق الا بالتضحيات وان القوة الدولة والقوات المسلحة بتعزز قدرات القتالية العسكرية وبتنوع مصادر التصليح القوة هي مصدر الامان والضعف دعوة للعدوان واذا اردت السلام فتأهب للحرب من اللي قال المقولة دي اذا اردت السلام فتأهب للحرب الملك تحتم في الثالث في معركة مجده في سنة 1418 قبل الميلاد يعني من 3441 سنة ده بيقولنا ان العسكرية المصرية رأس ضاربة بجذورها الى يعني اعماق كبيرة في الارض ومستمرة وان القوات المسلحة دائما هي ما تحمي الامن القوم المصري ولها شعار يد تبني ويد تحمي السلاح وكان معجزة حرب اكتوبر هو الجندي المصري الذي عقيدته النصر او الشهادة خلينا نتكلم عن قد ايه كان مهتم الجيش المصري وكان مهتم القيادة السياسية في ذلك الوقت بتدعيم وتقوية صورة الجيش المصري وتقوية صورة مصر قدام العالم كله يمكن في حرب الاستنزاف وبعد تدمير ايلات حصل يعني دمار كبير جدا في ذلك الوقت وحصل يوم 21 اكتوبر اسرائيل من كترة ما كان عندها قتلة وكان عندها ضحايا استأذنت الامم المتحدة في وساطة للبحث لمدة يومين في بورسعيد بعد اذن القوات المصرية اعتقد ده هم ظاهريا منتصرين اعتقد ده يبين قد ايه قدام العالم قد ايه مصر مهما كان عندها نوع من انواع الضعف في وقت من الاوقات لكن لا تنكسر هو طبعا زي ما حضرتك قلت فعلا في كل مراحل وعلى مر العصور الجيش المصري دائما ما يكون له هدف هذا الهدف هو يعني تطبيق قواعد الاشتباق حتى زي ما سيارتك بتقول المثل دلوقتي في يوم في 20 اكتوبر وكان سنة 67 وكان المدمرة ايلات وعدد 500 جند في المدمرة في البحر خلاص والمدمرة يعني غرقت واندمرت وازاي ان مصر يعني اوقفت الاعمال القتالية حتى يتم العصور على جثمان هؤلاء القتلى الاسرائيليين حتى ان في سنة 400 يعني في الحرب ضد الارهاب الحرب ضد الارهاب ايضا كان الجيش المصري عندما يقوم بمحاربة الارهاب ليس اليوم ولكن منذ الزمن كان دائما العدو والارهابيين بيخلوا السيدات النساء والاطفال في المقدمة فكان الجيش المصري يعمل علشان ما يأثرش على هؤلاء اللي هم اساسا هم جايبين ومحطينهم كده ليكونوا فداء ويكونوا ضحايا كان بيجيب كلام ده من فترات طويلة وليس في اللي هو العملية الشاملة سيناء 2018 كان يجيبوا سلالم عالية كده والجنود يتسلقوا هذه السلالم علشان يقتلوا المقاتلين الذين خلفوا هؤلاء الأطفال وخلف هؤلاء السيدات وبالتالي بيبقى هنا تطبيق قواعد الاشتباق الاشتباق ده ده يعني محو الرئيس في عمليات القوات المسلحة القوات المسلحة والجندي المقاتل اللي استطاع ان هو يحرر سيناء بحرب اكتوبر المجيدة هم هم القوات المسلحة اللي استطاعوا ايضا ان يطهروا سيناء من الارهاب والارهابيين صحيح وكانت مصر لها يعني سلاح جديد في القضاء على الارهاب السيد محمد وهو التنمية تقوم بأعمال التنمية بالاضافة الى عمليات العمليات الامنية والعسكرية مما جعل دول ذات مركب ثق العسكري كبير ترغب في تنفيذ التدريبات المشتركة مع مصر وكان اخرها وبيتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسون لحرب اكتوبر المجيدة التدريب المشترك النجم الساطع عشرين تلاتة وعشرين اربعة وثلاتين دولة على ارض مصر تمن تلاف مقاتل ايضا بيتزامن هذه الذكرى ايضا بالنهضة اللي احنا شايفينها قوافل التنمية والعمران اللي موجودة في كل ربوع الوطن كلال الفترات السابقة تلاتين الف مشروع بيتكلفوا اكثر من تمانية تريليون جنيه وبالتالي بيلاقي ان جهود القوات المسلحة اللي هي بتحمي كل الاتجاهات الرئيسية في مصر تحمي الامن القوم مصر الامن القوم العربي شفنا ما يحدث من القوات المسلحة في يعني مساعدة والنهود لمعاونة قواتنا في في ليبيا من خلال يعني ما شفناش دولة قامت بمثل ما تقوم به مصر في هذه الازمة ازمة الاعصار دانيال في في ليبيا طيب اخيرا سيد تلواء العامل النفسي مهم جدا فانك ترفع الروح المعنوية للمقاتل المصري ده شيء مهم جدا ازاي اشتغلت عليه القيادة في القوات المسلحة وعلى الجنب الاخر الحرب النفسية هي الاخرى مهمة فازاي ساعدتنا حرب الاستنزاف ده هو طبعا الحرب النفسية دي كانت اسرائيل بتستخدمها بكثافة كبيرة في حرب الاستنزاف ولكن احنا عندنا تطعيم لمثل ذلك هذه الحروب التطعيم من خلال العقيدة عقيدة المقاتل ان كان ضابط او ضابط صف او جندي هو عقيدة يا اما ينتصر يا اما الشهادة وبالتالي بيجابي كل تلك الصعوبات بيتكر حلول غير نمطية من خلال العصف الذهني ومن خلال الافكار التي تساعد في حال تلك المشكلات والمصاعب لعلم حضرتك كان يوجد عشر مصاعب امام المخطط المصري قبل حرب اكتوبر منهم مصاعب هي كيفية مواجهة الحرب النفسية اللي موجودة منهم مصاعب ازاي الساتر والتراب ده يتم اختراق منهم صعوبة مهمة جدا لو اسرائيل اشعلت قناة السويس ازاي ان هو يوجبه ذلك في صعوبة ازاي ان دبابات العدو اللي موجودة شرق القناة حتاثر على قواتنا اثناء العبور ولذا في هذه المنطقة عايزة اقول ان ظهر ان احنا نحيد هذه الدبابات من خلال ارسال قوات صعقة ومعهم اربجي فقط ومعهم الغام علشان يوقفوا هذه الدبابات ويعني اتذكر شهيد الشهيد ده اسمه اللغم البشر ايه اللغم البشر ده اللغم البشر ده احنا نعرف ان الالغام هي مواد متفجرة بتضعف الارض تيجي دبابة تيجي عربية فتنفجر تنفجر طيب احنا خلصنا الزخيرة واثناء العبور ويوم 6 اكتوبر فما كان من جندي اللي انه حط لغم على ظهره وزحف والدبابات جاية من طريق نام في الارض علشان الدبابة تيجي فوق ايه مش جاية تهزر معاها ده حيستشد وينفجر وتنفجر الدبابة والريت لكله يقف وينجح العبور اللي كانت الدبابة هتأثر عليه دايما اللغم البشر ده ايه الروح دي العقيدة دي اللي بقى اللي هي بتوجه بحرب نفسية مش حرب نفسية احنا نعلم ان حرب اكتوبر دي تسمى حروب الحديثة الان اسمها حروب المستقبل بدأت ان حرب اصبحت الاتجاه للتكنولوجيا يساوي الاستعداد القتالي انت بنشوف الحرب دلوقت زي الحرب الروسية الاوكرانية هناك الطائرات المسايرة هناك السواريخ المجنحة كل ذلك اصبحت كانت البادئ في ذلك هي في حرب اكتوبر من انواع التطوير اللي تم والدروس المستفادة التي استفادنا منها في هذه الحرب العظيم كل شكرا لك سيدة الواء محمد الشهاوي المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية نورتنا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا يا فندي وكل سلام طيبين شكرا لحضرتك